نجح نجمنا العربي المصري محمد صلاح في تسجيل هدف ضمن خماسية ليفيربول الإنجليزية في مباراة بورتو البرتغالي التي أقيمت ليلة ثلاثاء ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وكان الريدز قد حلوا ضيوفا ثقيلة على ملعب الدراجة حيث تمكنوا من الفوز بنتيجة عريضة تضمن لهم بشكل كبير انتزاع بطاقة العبور إلى الدوري الربع النهائي وسجل ابن أهل خمس وعشرون ربيعا الهدف الثاني بكيفية مذهلة ومهارة استثنائية نالت إعجاب وانبهار الجميع بما فيهم أسطورة النادي ستيفن جيرارد الذي أغدق ثناء على أفضل لاعب في أفريقيا 2017 صاحب السبعة وثلاثون عاما تحدث من خلال قناة بيتي سبورت قائلا لقد رأينا لحظة من تألق محمد صلاح في الهدف الثاني نقطة رائع للغاية وأضاف ليس من العدل مقارنته باليونيل ميسي نقطة فلاو ميسي فعل ذلك لجنة جنون الجميع وتابع إنها لقطة مهارية رائعة للغاية ولكن هي رباطة الجائش المنطقة من الملعب التي يتواجد فيها وأسرد بعد لمستين رائعتين إنها تظهر لاعبا في حالة ممتازة ومفعم بثقة نقطة ثلاثون هدفا في موسم هي غلة لا تصدق